لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في المرة دي نستعرض شوية من أسئلة المستمعين لأن في كذا أسئلة بخصوص بقى يعني وزن معين سن معين فبقوا محتاجين إجابة دقيقة شوية في عندي هند بتقول آم بتوعين وزن كبير حوالي 160 كيلو عندها مشاكل في الكوليسترول والضغط وعندها مشكلة في رغبتها كمان بسبب آآ الوزن ده فهي حركتها بتبقى قليلة فمش عارفة تتحرك علشان آآ تقلل من وزنها يعني مهما بتعمل دايت وكده بالأكل فالحركة برضو بكون مهمة فنبدأ المشوار منين او ممكن ايه اللي يكون مفيد لها فالحية آآ يعني فيه تصنيف لدرجات السنة والأمراض المصاحبة للسنة وبالتالي آآ قوة الإجراء المتبعة درجات معينة ينفع معها دايت درجات معينة ينفع معها باللون درجات معينة ينفع نقول نعمل عملية زي التكمين درجات معينة بنقول احنا وصلنا لمرحلة او فيه الارم كده لناخد بالنا منه الكيس اللي قدامنا دي آآ مش مجرد مجموعة من الامراض اللي صدفة انها تتجمع مع بعضها هاوضح لحضرتك اكتر احنا عندنا حاجة خفية شوية ومرض منتشر واعتقد الاحصائيات وان كانت العالمية بتقول لكن في مصر ما فيش احصائيات مركزة في النقطة دي شوية الأحسابات العالمية بتقول أنه أشهر أسباب الوفاة بالأسف السمنة؟ والناس كتير ما تعرفها السمنة السمنة بس مش السمنة لوحدها السمنة لما ترتبط بالمنظومة اللي احنا شايفينها دي ما بقاش اسمها سمنة السكر لما يرتبط بالمنظومة دي ما بقاش اسمه سكر بقى حاجة اسمها المتلازمة الأيضية المتلازمة يعني شيء ملازم للإنسان طول حياته المتلازمة الأيضية هي اسمع كده المتلازمة الأيضية وإكس دي بيرمزوا ديها لعلامة الخطر لعلامة إحزر المتلازمة الأيضية معناها مجموعة من الأمراض اللي لها علاقة بعضها ولما ييجوا مع بعض بالشكل ده ومرطبطين بالسمنة اعرف ان فيه حاجة بتتحضر في جسمك لقدر الله ممكن تؤدي الى الوفاة بمعنى السكر اللي واحده لهم مضاعفات يعني بيعمل تصلب شوية في الشرائيه الكوليستيرول هو اساس تصلب الشرائيه الضغط ندور في تصلب الشرائيه لما التلاتة دول ييجوا ويكملهم السمنة اللي منسميها المتلازمة الأيضية إكس اعرف ان انت على موضع الانفجار يعني لقدر الله جلت في اي وقت جلت في المخ جلت في القلب جلت في الشرائيه الطرفية في الرجل اعرف ان فيه اعصابة جوه متأمرين هيزوج في اللحظة دي وده اللي الناس ما يقولك ايه ده صحته بدأت تتضهر بشدة سكر ضغط كوليستيرول فجأة جلت في القلب عصطرة فجأة ده شرائيين كتير ده انها عمل راحة قلب مفتوح فجأة ده شريان الرجل بدأ يتسد المتلازمة الأيضية دي منتشرة بس الناس مش واخدة بدأ هل احنا لازم نستنى ان العصابة دي تكتمل والمتلازمة دي تكمل والانسان يوصل للخطر ممكن ساعتها أصلاً ما نفعش نعمله حاجة يعني ممكن نيجي نعمله عملية نلاقي عضلة القلب أصبحت ضعيفة بسبب الجلطات الصغيرة اللي سدت شرائيين وعضلة القلب خلاص ثلاثة ربحها ميت والانسان ده ماشي بالقوة الإلهية كده بغاية لكن اللي يبدو عليه علامات هذه المرحلة ده لازم بياخد خطوة بدل شوية يعني اللي بتدي يلاقي كوليستيرول عالي وفجأة بدأ يظهر السكر مايستناش بقى الضغط والجلطات عشان يقول أنا عندي المتلازمة الضغطية لا يبطيدي يعرف ان هو عنده شوية سمنة وعنده سكر وبدأ الكوليستيرول او عنده كوليستيرول وبدأ السكر يعرف ان السلسلة بتاكمل احنا ماشيين في السايكل دي وغالبا هتلاقي عنده حد في الأسرة وغالبا الوالد او العم كان عنده المشكلة دي فمش لازم يستنى السيناريو يكمل اللي قصده لما منلاقي السمنة معاها بعض الأمراض الأخرى لازم ببتدي ناخد خطوة لان احنا مش عايزين ندخل في دائرة الخطر اللي فيها احيانا احنا ما نعرفش نتصرف والانسان يبقى ماشي غزبا عنه بقى بيتعامل مع المشاكل الصحية اللي هو ما بيلحقش عليها واللي قدر الله بتنتهي بنتيجة مش حالة احنا بنتكلم عن حالة انا ياسف انا بس لفت نظري لان احنا ما تكلمناش عن الموضوع ده قبل كده ان احنا بدأنا عندنا الضغط وعندنا كوليستيرول وحنا عندنا سمنة مفرطة لا احنا بدأنا بقى في الخطر ننسى بقى ان احنا نقول نعمل دايت بلون نحت لا احنا لازم نغير الكيميا دي تغيير الكيميا دي بالصدفة اكتشفنا لما تعملت عمليات تحويل المعدة المصغر اكتشفنا ان هي بتريفيرس الكلام ده تماما وبتشتغل على كل مفاتيح المضاعفات المصاحبة للسمنة زي ما بتشتغل على السمنة يعني مش بتخسس بس لا دا هي من داي وان بدأت تمنع امتصاص جزء من الدهون اللي بيسبب تراكم الكوليستيرول والدهون السلسية في الشرايين فمن داي وان بدأت تخسل شرايين الشخص واول عضو بيتحسن في جراحات للسمنة هو القلب دا جمعيات القلب الدولية درست الكيس دي وقالت التغير اللي بيحصل في القلب دراماتيك احنا عملنا ناس اي سن اي سن لكن كل ما نتأخر والمرحلة تتأثر كل ما نتاج ما تبقاش احسن حاجة اه احسن طبعا لكن عايز اقول لها ديك احنا عملنا ناس كان قوة ضخ عضلة القلب بتاعتهم وصلت 30% وبعد شهرين ثلاثة فجأة قوة ضخ القلب عالية تبقى 70% تغير دراماتيك الضغط الضغط بينزل تماما ممكن الضغط لو كان وصل لمرحلة ان تصلب الشرايين شديد ان في ديء في الشريان الكلة وده بيسبب ضغط مقاوم شوية يتأخر شوية في النزول بس على الاقل احنا وقفنا البروجريشن وقفنا انه يتضهور وبعدين رجعنا تاني نزبطه اه طبعا يبقى احنا اول حاجة بتعملها العمليات دي stop progression stop العصابة دي فكناها نبتدي نصلح بقى اللي هم عملوه اه هو بقى تبتدي العملية تخسل مشاكل الجسم والتدعيات اللي حصلت بسبب المتلازمة الغريبة دي اللي فعلا احنا بنعتبرها يعني تكوين عصابي مرضي جوه جسم الانسان هو مش عارف به ومتخيل ان هو قرص من هنا وعلاج من هنا ممكن يحل الامور ويبقى لاء الدنيا اكبر من كده بكتير طيب احنا اكيد بنستقبل مزيد من اسئلتكو يعني خلوننا ممكن نخص الحل النهاردة الاسئلة الشخصية المحددة لكل فرد يعني عشان نبقى كلام محدد وموجه لفرد بعينه شاركوا معنا وبعتونا على سيرو 15-59-55-1006 انتو لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم افقام ونجوم افقام تي في نكمل مع الاساس دكتور احمد السوكي استشاري جراحة السن والسكر والتجميل وكان دكتور شرح الحقيقة قبل الفاصل عن متلازمة ممكن تكون لأول مرة بيسمعها ناس كتير بعنوان متلازمة الايض متلازمة الايضية اكس متابوليك سندروم اكس هي الحقيقة عمال بيجي عليها السئلة وكل سؤال بينطقها بشكل مختلف عشو كده لم تلقبطها طبعا في اسئلة بتقول حضرتك وضحت انه يعني من ضمن الحلول للموضع ده العمليات في برضو حتى بيستفسر هل هو ده الحل الوحيد او في طرق اخرى ان احنا نعالج المتلازمة ده لا اكيد انا لما قلت عمالية التحويل المصجر لان اولا احنا كنا نتكلم على حالة وزنها 160 كيلو وعندها كل المشاكل فيعتبر عمالية التحويل المصجر في حالتها زي ما قلو كده الحجر اللي يضرب 100 عصفور بضربة واحدة لكن الدرجات بتختلف والحلول بتختلف وقوة الحلول بتختلف ينفع نعمل تدخل ما يدينيش قوة التحويل لكن يوقف للامور شوية ويهديني انا قلت لحضرتك ده هجوم من اطراف عديدة داخلة لها قصد الشر بالانسان سكر بيعمل التهاب والتهاب اعصاب والتهاب في الشرايين يجي كوليسترول يرصب كوليسترول يضيقه يجي الضغط يقوم مفجره كأنها قنبلة يعني عصابة زي ما قلت الحالة هي اصلا سندروم معناها حاجات بتتجمع مع بعض وللأسف مش فاهمين هو ايه السيناريو لكن للأسف دي مع دي مع دي فجأة حصل كارسة الكارسة دي جلطة الكارسة دي لقدر الله وفا الكارسة دي ما بدبقاش يعني ايه دي حاجات بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى فاحنا بنقول حلها النهائي واللي بيغير الكيميا دي واللي بيغير العصابة دي ينسفها بقوة هو حاجة زي التحويل المصغر لكن التكميم مثلا كعملية تدي تأثير لو قلنا تحويل 100% التكميم مثلا يدي تأثير 80% أو 85% البلون للتخسيس هتخسس هتقلل الدهون هتوقف المشكلة شوية الانسان لما يخسه ضغطه هتزبط شوية يبقى رجعنا شوية بدل ما كنا وصلنا للمرحلة خطر لا رجعنا باكستيب الديت الرياضة هتساعد هتخسس شوية هتحرق شوية دهون هتوسع شوية شرايين باكستيب لكن درجات بتختلف حسب احنا وصلنا لأني مرحلة كل واحد طبعا وحسب حجم مشكلته وحسب استعداداته لازم تدرس حالته لازم نعرف هو وصل لغاية فين والحلول المتاحة وبنعرض عليه ده يديك القوة الفلانية في التخلص من المشكلة ده يرجعنا شوية نقدر نزبط الأدوية العادية وكذا ممكن تدينا فرصة أكتر للتصبيت بس لازم كل حالة تدرس طب يعني بخصوص بقى الناس اللي عايزة تزيد في الوزن عندي رسالة انا بتقول عايزة ازود وزني مقدر خمسة كيلو ممكن اعمل ايه يعني هو ازاي ممكن الانسان يبقى بياق يعني لو كلت زيادة وكلت حلويات ونشويات وكل الحاجات اللي بتتخن دي مفيش فائد هتخزن عندها مش هتتخن برضو هو المفهوم اللي عند الناس بسيط قوي في موضوع اكل ادخن مكلش اخس طبيعي اجري ازود الحر مجريش الحر ضعيف ده ده مفهوم بسيط جدا عن خلقة ربنا سبحانه وتعالى والكيميا والسيناريو الغريب اللي يعني لو الناس عرفت واحد في المليون منه هيفضلوا يقيضوا حياتهم كلها يسبحوا باسم الله سبحانه وتعالى وينسوا اي حاجة تانية لان احنا عندنا سيناريوهات انتي لا تتخيلي الكيميا الغريبة عارفة كلمة كيميا دي طي وعمات اشياء على اشياء احنا عندنا المكتشف من علم الهورمونز والتواصل الهورموني في رأيينا ما يعديش الواحد في الالف من الموجود ما يعديش الواحد في الالف ليه؟ لان احنا اللي اريناه في التاريخ السابق وكانوا فاهمين انهم وصلوا اكتشفنا بعد مثلا متين سنة لما ظهر جيل بعدهم وظهر جيل وظهرنا احنا اكتشفنا انهم مكنوش عارفين حاجة خالص وهم كانوا ساعتها فاكرين انهم عارفين لا احنا احنا كيميا الناس متخيلة واحنا شرحوا برضو احنا في العصر ده دوادي احنا فاكرين احنا عارفين لا لا بس بس اتعلمنا بقى خلاص ان مهما علمك وصل انت لا تعلم شيء بالزبط الناس متخيلة للحرق ده هو الرياضة انا اتحرك والغدة الدرقية انا عملت تحليل الغدة طولها كويس هو ده كلام الدكاترا ايوة هو الدكاترا برونا كده لا معلش الدكاترا يعني ايه او تخصصات فانت حديك بتكلمي دكتور هو بيعني دكتور غدد بيعرف اربع خمس غدد دكتور مثلا بطنة له علاقة بحاجات معينة لكن مفيش انسان يعلم كل شيء لكن احنا عشان بندرس كيميا الجسم اللي بتعمل السمنة فبنعرف كل تفاصيلها وعشان تأرضوا المؤتمرات الدولية والاطباع والابحاث منشرف عليها احنا بنتعلم من الطلبة اللي بنشرف على ابحاثهم يعني هو بيدرس في النقطة الفلانية عن تفاعل هرمون الفلاني وانا بشرف على رسالته انا بتعلم اللي هو بيجيبه ومن الابحاث اللي بيجيبها وبيطلع يتعلم حاجة برا فاحنا الحاجات دي بتحتاج زي ما نقضي الناس معتقدة ان الحرق هو الحرك اتحرك احرق وعندي هرمون الغدى الدراقية كويس بقى انا كده ادخن ليه ازاي ادخن ايو الحرق وما بقولش كتير ازاي ادخن احنا عندنا سيناريوهات ولغرة ماد من الكيميا جوا الجسم الحركة الحركة هي الحرق ده الطريقة الصناعية اللي الانسان بيحاول يحرق بيها طالما جسمه مش بيحرق لوحده تدخل صناعية انا بشغل مصنع العضلات اللي انا علميا عرفته ودكاترة عرفه ان العضلات دي لما بتشتغل بتاخد بلوكوز وتحرقه وتديني طاقة فانا جسمي طبيعي شوفته ما بيحرقش فلجأت لطريقة اخرى صناعية انا بعملها عشان خاطر احرق بس مش هو ده الحرق مش هو ده الحرق الجسم الحرق ده صفة جينية وكيميا داخلية جوه الانسان هو مالوش علاقة بيها وعشان كده فيه ناس بتدخن وهي ما بتاكلش وفيه ناس بتاكل وما بتدخنش فالعلم ده اوسع من كده وحتى لما الانسان بيحاول يتدخل بدوى معين عشان خاطر يزود الحرق نقول ايه انا هدي الدوى الفلاني عشان خاطر ازود الحرق اه بيساعد شوية بس انتبصت لاقي الانسان حصل له لغبطة كده صدع اه كزا وكزا وهفتان ومش عارف ايه ايه اللي حصل طب ما هو الانسان لما بيزود الحرق طبيعي عالي ما بيحصلوش كده اه بس دي خلقت ربنا المعلومات البسيطة اللي عندي الناس واللي عندي بعض الاطباء اللي هو مش متخصص في الحتة دي اه بتخلي الناس يقعد يدور ويقول انا كده ما عنديش حال انا عندي هرمون الغده كويس وبتحرك وبعمل رياضة ومزبط اكلي وما بخسش انا كده ما عنديش حال لا الدنيا مش بسيطة كده فيه تدخلات وفيه حاجات حديثة ودراسة كل شخص انديفيدويل هي اللي بتخلي الانسان او المتخصص يقدر يعرف الحل المسالي بي عندي 38 سنة وبعاني من زيادة في منطقة البطن ومش رادية تنزل عملت سيزيرين او تخلفت ثلاث مرات ايه الحل انا مش عايزة جراح احنا عندنا دلوقتي تطور كبير جدا احنا الجراحة قلت بالنسبة على الاقل 80% من التدخلات لتنصيق القواياه الفيزر جيب لازمة الاندوليفت حاجات حديثة جدا بدون جراحة كلها بتعتمد على system pulses وليزرز والترا سونيك direct waves مع الدهون وكلها بتشتغل من ابرة 2 ملي تحت الجلد وده الطفرة الحديثة اللي حصلت لان كان العلم ماشي في اتجاه خاطئ على مدار سنين وبيحاول يطلع اجهزة تشتغل من برا الجلد الحقيقة كل الاجهزة تجربت وعلى كل المستويات وفي العالم والتفاصيل بتاعتها قد ضعيفة جدا والناس برضو تجري ورا كرايو من برا والترا سونيك وليزر خارجي يا جماعة ربنا خالي حاجة اسمها الجلد بروتكتف ده كل الاشعاعات الكونية بتيجي عنده وتتدمر انت مهما صنعت بلسز وليزر وحاجات زي كده لا ربنا حميك منها فما تجيش انت تحاول تصنع انا عايز اكسر الخلايا الدهنية بكذا وكذا مش هتتكسر مهما عملت او هتديفر خمسة في المية اللي هي يعني تعمل حاجة بسيطة كده لكن لا الدهون موجودة والخلايا سليمة ربنا حمينة فما تحاول لا طب عايز تعدي وعندك مشكلة افتراكم دهون عدي من تحت الاسكن بعير عدي من تحت الدرع الواقي عشان خاطر تقدر تبقى دايركت مع الخلايا الدهنية هو ده فكرة الفيزر بلسات التراسونيك كان تشتغل من برة ما تشتغلش لما دخلت عن طريق قبرة تحت الجلد وبقت تلاحم مباشر مع الخلايا الدهنية نتيجة رائعة خلايا دهنية بتتفتت وتسيح في خمس دقايق والخلايا نفسها بتموت والجلد يلزق على العضلة ورسمة حلوة للجلد والعضلة والكيرفز بتاعت الجسم والضهر ونقدر ناخد نهون ونحقنها في أماكن ونرسم ونغير بدون مقص وقطع ولزق وحاجات زي كده المريد يبقى صاحي ولا منتنيج خد يبقى لحضرتك احنا بنقول ايه زبزبات بتموت خلايا المريد لو صاحي مش هيستحملها احنا عدينا المريد ممكن ياخد بنج نصفي لو عايز يبقى صاحي بس أنا مخدر النص ده لو هو عايز يبقى صاحي بقى هو واعي وبيتكلم وبيعمل كل حاجة بس النص ده متخدر اه يقدر ممكن اتدي له منوم يتوهه بس يبقى مش حاسس لكن ماينفعش اعمالها كده من غير المريد الرت وصاحي وعنده الاحساس كامل لا طبعا مايستحملش قوة الزبزبات لكن على الاقل هي زبزبات امنة مستخدمة في الطب الالتراسونيك والليزر ده طبعا الطب كله الالتراسونيك والليزر مالهاش اي اضرار اه بتنقل يعني البيزر تارجتنج خلايا الدهون موجه لخلايا الدهون مالوش دعوا باي حاجة ولا له علاقة بالأعصاب ولا له علاقة بالشرايين ولا له علاقة بالأوردة زبزبات موجهة الجيب لازمة بيركز على الكولاجين والطبقة العميقة من الجلد هو تارجت بتاعه ده هو بيشتغل على دي مالوش علاقة بالدهون يعني زبزبات ولكن الدهون موجودة مالوش علاقة ولا يشوفها عشان كده انا ممكن احتاج اعمل فيزر للدهون واحتاج احيانا في بعض الحالات اللي فيها تراهو الجلد شديد اعمل معها جيب لازمة يعني عادة من الست اللي مخلفها تلات مرات سي ساكشن دي انا لازم اشوفها لكن خلينا نقول هي بتقول انا مش عايز اجراح ممكن يكفيها الفيزر ممكن نحتاج الفيزر مع جيب لازمة لازم طبعا نشوف حالتها لكن اقصد اه طبعا 80% ما بنحتاجش ان احنا نلجأ للحال الجراح طيب احنا نستقبل مزيد من اسئلتكو احنا خصصنا جزء ده من الحلقة يعني النهاردة يعني انه تبقى اسئلة شخصية عشان نجاوب بكده سؤال موجه دايريك للشخص ذات ويستفيد من الاجابة كاملة لنفسه وبعتو شاكو على زيرو 15-595-51006 تلسة مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم افقام ونجوم افقام تي في قالت الكاميرين مع السيد سيد رحمة السوكي استشارك راح تسنى والسكر وتجميل في سؤال بيقول ينفع نشيل الدقن المزدوجة بالفيزر اه دابل تشين طبعا دي من الحاجات الفيزر فيها طفر ما هي الدابل تشين؟ الدابل تشين اللي هي اللغد اللغد؟ الفيزر ابرى تدخل من تحت الجلد من خرب صغير كده تحت الدقن على طول ننوجهها شمال تطلع الزبزبات ويمين ونرسم بها الماندبل واللغد بيختفي تماما والجلد يطلع يلزق ما يبقاش متراهل الفيزر طفرة وزي التسدي مثلا برضو الفيزر في الحاجات اللي زي كده حاجة مالهاش حل يعني الابرة برضو في التسدي تسيح الدهون والغدد اللبانية وتشد الجلد ويلزق على العضلة تيكسس هنا في الفك والدابل تشين أو اللغد بنرسم به الفك تماما ونحدده شمال ويمين واللغد يطرفها ويلزق بيدي نتيجة فورية وعمرها ما بترجع تاني بقيت السؤال التاني لسه مجاوبين عليه دلوقتي يولدت مرتين طبيعي ومع ذلك كل جسم وتناسق مع هذا البطن طلعا لي وكل الدهون لسه مجاوبين لازم يدي حل بإذن الله دون جراحة وأسئلة عن المتلازمة متلازمة الايضية أو المتابوليك سندروم X اللي عايز يبحث عنها بالإنجليش يكتب متابوليك سندروم X واللعايز يبحث عنها بالعربي يكتب المتلازمة الايضية X منال بتقول طولي 176 وزني 135 السنة 40 سنة بحب الحلويات قوي زيه ممكن ما يكونش في يوم غير حاجات حلوة مش عارفة عمناع نفسي وعملت ريجيم كتير لكن برجع تاني باكل أكتر من الأول الحالات اللي هي عندها سمنة مفرطة ومحبة أول الحلويات عشان نضمن النتيجة ما ترجعش في المستقبل فاحنا بنعمل المني باي باس أو التحويل المصغر زي ما قلت لحضرتك وحنا بنتكلم عن المتلازمة الايضية التحويل على فكرة مش لازم يبقى المريض 160 كيلو ولا 130 ممكن يبقى 90 كيلو وعمله تحويل وخسسه الوزن اللي احنا عايزينه بس أهم حاجة في التحويل انه بيخلصنا من الأمراض المصاحبة اللي احنا اتكلمنا عليها لأنه هو بالصدفة لقيناه بيغير الكيميا الغلط دي خالص هرمون اللي بيعمل السكر هرمون اللي بيعمل الضغط هرمون اللي بيعمل الكوليستيرول هرمون اللي بيفتح الشهية الكلام ده بيتغير تماماً وبيتغير صحياً وبدون تفاعلات جانبية او مشاكل جانبية نقطة حب الحلويات التكميم يصلح للناس للتخسيس بس نقطة حب الحلويات بشراها فعمليات التكميم ممكن يرجع يزيد بعد كده في المستقبل لأن مهما صغرنا المعدة الحلويات بتبقى نسبة سيلة الشوكلت المياه الغازية الشيبس البسكويتس فبتعدي حتى من المعدة الصغيرة ولها كالوريز علي التحويل لا بيفرقش بقى معنا لأنه هو اللي هيعدي مش هيمتص بنسبة 70% يعني التحويل بروتيكشن كمان للإنسان اللي بيكفر من الحلويات حتى بعد العملية وابشراها لأن 70% منه مش هيمتص يبقى الإنسان هيكل وهيحس بالسعادة اللي هو بيحس بيها وما حرمهوش من حاجة فعشان كده بنقول في شخص بنختار له تكميم حتى لو ده عايز يخسي 20 كيلو وده يخسي 20 كيلو بس في الآخر نقدر نزبط العملية على الوزن اللي احنا عايزينه بس نضمن انه مايرجعش تاني في المستقبل بإذن الله في تامر بيقول مشكلتي هي التسدي ومهما اعمل مش لاقي حل كل الدكاترة بتقول جراحة عشان عندي من الدرجة الرابعة التسدي زي ما قلت لحضرتك من الحاجات اللي بتروح بالفيزر تماما وحتى الدرجة الرابعة زي ما تامر بيقول لا بالفيزر وبدون جراحة بتروح تماما والجلد بتشد والغدد اللبانية بتروح وما بتسيبش أثر والطلبة اللي هما بيقدموا في الكليات العسكرية بيحتاجوا جدا الفيزر لان اي اجراء لو جرح يعني استقصال جراحي بيسبب رفضهم برضو في الكليات العسكرية فالفيزر لا حل المشكلة وبدون اي حاجة ما تبقى ظهرة تماما هو احنا كده خلصت تقريبا وقتنا خلص يعني النهاردة بس يعني لطيفة فكرة الاسئلة ان الحلقة تبقى على الاسئلة الشخصية للمستمعين دي بتكون مفيدة يعني محددة وموجهة لطارجت تحت عمل المستمعين يعني ممكن نبقى نعمل حلقة كل فترة نجمع فيها كل الاسئلة ونجاوب عليها اكيد بنشكركم على وجودكم معنا واستمعينا واكيد لنا لقاء ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من حياتك صح كل يوم ثلاثة من ثلاثة الخمسة كنت معاكم جيهان عبدالله بشكر الدكتور السيد دكتور احمد السكي على وجودكم معنا النهاردة استشاري جراحة السنة والسكر والتجميل بشكر حضرتك شوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ودقيقة تكون موجودة معاكم يا رجنتي برا ادري الحلقة جديدة من الكلام في الصحة